مريم من الملقيوين تقول خالي اسم عبد النبي يقول يعني سموه في وقت معين وكذا هل يجوز مريم بارك الله فيك بالنسبة للأسماء لا يجوز أن تعبد لغير الله فأي اسم عبد لغير الله يجب أن يغير ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام غير مجموعة من الأسماء التي كانت تعبد لغير الله فلا يجوز التسمية بعبد جبرايل ولا عبد ميكائيل ولا عبد إسرافيل ولا عبد نوح ولا إبراهيم ولا عبد النبي ولا عبد الرسول ولا عبد أبي بكر ولا عبد عمر ولا عبد علي عثمان ولا عبد علي ما يجوز حرام حرام التعبد لا يكون إلا لله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وأصدقه حارث وهمام وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء المعبدة لغير الله قيل بأن عبد الرحمن بن عوف كان اسمه عبد الشمس أو نحوها غيره النبي عليه الصلاة والسلام وغير الأسماء السيئة اللي فيها صعوبة وعسر وغير الأسماء القبيحة وغير الأسماء اللي فيها تزكية ولذلك يجب على الإنسان بعدما علم الحكم الشرعي أن يغير هذا الاسم ولا يبقى عليه لا يجوز أن يقال عبد الرسول وعبد النبي وعبد أبي بكر وعبد عمر وعبد عثمان وعبد علي لا يجوز هذه كلها محرم يغيرها إلى عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد القادر عبد العزيز مثلا أسماء الله الحسنة أو أسماء الأنبياء إبراهيم وصالح واسماعيل وإسحاق ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم